اشتركوا في القناة في البداية لم يلاحظ الرجل المسلم أن صديقه يقوم بحركات غريبة لكن سرعان من تبأ إليه ولاحظ أنه يقوم بحركات لا تموت بصورة إلى الحركات التي يقوم بها المسلم عند الصلاة حيث يقوم بركوع ثلاث مرات ويسجد لعيدة مرات متتالية ثم يسلقي بعدها على الأرض ثم ينهض ليبدأ الركعة التي بعدها أظهر الفيديو كيف اقترب الرجل المسلم من هذا الصديق الغريب وهو في قمة الدهشة وانتظر قليلا ثم أوقفه عما يقوم به ثم بدأ يتكلم معه دم الكلام بينهما عدة دقائق ظهر من خالها بعض التوتر والغضب على الرجل المسلم حيث كان يرفع ويلوح بيديه بعشوائية في حين كان صديقه صامتا ولا يتكلم ثم بعضها استحبها بعضهما البعض وخرج من المسجد عيدما تفرج الناس على تشجيل الفيديو كان يبدو غامض ولم يفهم أحد ما سبب قيامه رجل بتلك الحركات الغريبة كما لم يفهموا مع محتواها الحوار الذي ضار بين الرجلين وهو ما جعل إمام المسجد يبحث عن ذلك الرجل ليفسر له ما الذي كان يجري في مقطع الفيديو الذي رصدته كاميرا المسجد عيدما تم العثور على الرجل المسلم شرح هذا الأخير الأمر للإمام حيث قال له أن ذلك الإنسان الذي كان يقوم بحركات غريبة هو صديقه منذ الصغر وأنه غادر في رحلة عمل إلى الهند دامت لأكثر من عشر سنوات وعندما التقى به بعد كل هذه المدة لحظ حصول تغيير جدري في تصرفاته لكنه ظن في الأول أنها عادية غير أنه اكتشف المفاجأ بعد لاحظ طريقة صلاته في المسجد قال الرجل أنه دخل في ذلك اليوم مع صديقه إلى المسجد للمرة الأولى منذ عشر سنوات وعندما اكتشف أن ما يقوم به في المسجد أمر غير عادي أوقفه مباشرة وساله عما يقوم به غير أن إجابته لم تكن مقنعة وهو ما جعله يخرجه من المسجد ليفهم الأمر لقد أكد له زميله أنه عاش خلال الفترة التي قضاها في أحد المدن الهندية مع أصدقاء هنود يدعون أنه مسلمون حيث أجبروه على تقليدهم في طريقة صلاتهم وأهموه أنه الطريقة الصحيحة رغم أنها تختلف تماما عن طريقة صلات المسلمين في الأقوال والأفعال ترجمة نانسي قنقر